النهاردة في كلام كتير طبعا على المرحلة دي وفي كلام اكتر على منتخب مصر اللي قدم عرض جيد تسميه متوسط تسميه جيد لكنه ما كانش العرض المنتظر امام زنبيا في الوداية الاولى في الامارات صحيح المباراة انتهت لصالحنا وصحيح ان احنا يمكن كانت كفتنا على مدار زمن المباراة هي الاتقل لكن في النهاية ما كانش العرض المنتظر يعني ده من وجهة نظري واعتقد انه اغلب جماهير الكرة هتبقى متفق معي فوجة النظر دي كنا منتظرين عرض اقوى لمنتخب مصر قدام زنبيا لكن في النهاية ممكن نستنى التطور التدريجي يعني او التطور الطبيعي عندنا مواجهة صعبة جدا قدام الجزائر يوم 16 نتمنى التوفيق لمنتخبنا وخصوصا ان الجزائر بتعيش فترة من احسن او من افضل فتراتها كرويا في السنوات الاخيرة وبالتالي انت امام اختبار حقيقي محق قوي جدا وتست مبير جدا لروي فتوريا والمنتخب مصر نتمنى ان المنتخب ينجح فيه ويطمننا قبل ما نروح طبعا لمشوار لانه تعقف اللي بعده على طول بداية مشوارك في كاس العالم صحيح ما تقلقش قوي من كاس العالم جيبوتي سيراليون بوكينفاسو اثيوبيا غينيا بيساو مش هي المنتخبات اللي تقلقك وان كنت الحقيقة يعني في تصفيات كاس العالم بالذات ما بقيتش بحط اعتبار قوي للأسماء لكن في النهاية مفترض على الورق الطبيعي انك انت تتأهل لكن في النهاية مش عايزين مطبات صعبة بالذات في البداية وخصوصا ان احنا شفنا في تصفيات امم افريقيا انا بقول الشيء بالشيء يسكر مش عايزة اكون يعني محبط او عايزة اكون ببالغ في تخوفاتي لكن احنا شفنا معاناية منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا وانت ما كانش معك منتخبات من العالم التقيل يعني ما كانش معك ناجيريا سنغالكو ديفور كاميرون غانا المغرب تونس الجزائر دول الفرق اللي دايما لازم تعمل لهم اعتبار كبير جدا في حالة اي تصفيات وخصوصا لما تكون تصفيات بينتج عنها تأهل فريق وحيد لكن في كاس العالم قصة غير انت بعيد تماما كل البعد عن الكبار دول وبالتالي مفترض انه منتخب مصر يكون من ضمن تسعة هيتأهله بشكل مباشر لمطولة كاس العالم ان شاء الله 26 كندا المكسيك وعايات المتحدة الأمريكية